السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبع قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في هذا الفيديو سنشتغل على تعبير الكتاب مهارة كتابة قصة متخيلة إذن في البداية لدينا نموذج للقصة المتخيلة من خلال هذه القصة التي أمامنا وهي تدور حول تنافس سيارتين سيارة نفطية تشتغل بالنفط وسيارة أخرى هجينة تشتغل بالنفط والكهرباء في صباق على الطريق حول من ستصل الأولى في هذا الصباق إذن سأقرأ تابعوا معي تنافست سيارتان في صباق على الطريق سيارة تتحرك بالنفط وسيارة تتحرك بالنفط والكهرباء السيارة النفطية تتحدى السيارة الهجينة بخفتها وسرعتها وتدعي بأنها ستصل الأولى في الصباق غير أنه أثناء الصباق توقفت السيارة النفطية فجأة بينما واصلت السيارة الهجينة طريقها لقد نفد بنزين الصيارة النفطية وادطرت إلى التوقف لتتزود بسرعة بالبنزين غير أن ذلك لم يسعفها في تجاوز السيارة الهجينة إذ أن هذه الأخيرة عبرت خط الوصول وأحرزت الرتبة الأولى أنذاك حق للصيارة الهجينة أن تتباه بفوزها إذ توجهت إلى الصيارة النفطية قائلة ليس المهم أن تكون الأسرع وإنما المهم أن تصل إذن هذا نموذج للقصة المتخيلة إذن سنمر لإنجاز الأنشطة المتعلقة بهذه القصة إذن لدينا بماذا تتميز كل من الصيارتين النفطية والهجينة إذن الصيارة النفطية حسب هذه القصة فهي أولا تتحرك بالنفط وتتميز بخفتها وسرعتها بينما الصيارة الهجينة فهي تتحرك بالنفط والكهرباء وتتميز بثقلها أيضا إذن تتميز السيارة النفطية باشتغالها بالنفط وبخفتها وسرعتها بينما الصيارة الهجينة ثقيلة وتشتغل بالنفط والكهرباء ثم ثانيا ما القيمة البارزة في النص؟ إذن القيمة البارزة في النص يمكن أن نستنتجها من نهاية النص ليس المهم أن تكون الأسرع وإنما المهم أن تصل إذن يمكن أن نقول على أن القيمة البارزة في النص هي الوصول إلى الهدف ثم أيضا قيمة التنافس تنافس السيارتين وكذلك قيمة التواضع فالسيارة النفطية لم تتواضع وأظهرت نوعا من التباهي أمام السيارة الهجينة ثم ثالثا لدينا أحلل بنية النص الحكاء حسب الجدول إذن الأحداث في هذه القصة فهي عبارة عن قصة متخيلة سنعود للحديث عنها أكثر فيما بعد عن الأحداث طبعا ثم زمانها إذن زمن الأحداث فهو في الماضي لأن الأفعال المسيطرة في النص فهي أفعال مصرفة في زمن الماضي ثم مكانها إذن مكان الأحداث فهو على الطريق إذن الصباق كان على الطريق أما الشخصيات فهي عبارة عن جمادات تمت شخصنتها وهي السيارة النفطية والسيارة الهجينة أما الأحداث أحداث البدء والتحول والعقدة أو المشكلة ثم الأحداث الهابطة الحل وأحداث النهاية أو الخاتمة فيمكن أن نحددها كما يلي إذن أحداث البدء تحدي السيارة النفطية للسيارة الهجينة إذن السيارة النفطية تحدت السيارة الهجينة وطلبت منها أن يشارك معا أو أن تشارك معا في الصباق أو في صباق على الطريق لمعرفة السيارة التي ستصل الأولى ثم أحداث التحول أحداث التحول تبرز في توقف السيارة النفطية فجأة على الطريق أثناء الصباق إذن هذا من بين أحداث التحول في القصة أما العقدة أو المشكلة فهي نفاد البنزين من السيارة النفطية واضطرارها للتوقف للتزود بالوقود ثم الأحداث الهابطة أو الحل فهو تزود السيارة النفطية بالبنزين ومواصلة الصباق وأخيرا أحداث النهاية فوز السيارة الهجينة بالصباق وإحراز الرتبة الأولى وتباهيها بالفوز أمام السيارة النفطية إذن هذه هي أحداث النص أو بنية النص الحكائي رابعا هل هذه القصة واقعية أو متخيلة إذن هذه القصة كما رأينا فهي مجرد قصة أو حكاية متخيلة كيف توصلت إلى ذلك أي كيف عرفنا أنها قصة متخيلة فهي توصلنا إلى ذلك من خلال شخصنة الأحداث على لسان الجماد إذن الجماد هما السيارتان والأحداث شخصناها أي نسبنا أحداث يقوم بها الأشخاص لهذه الجمادات سادسا هل السيارة تتكلم هل تتزود ذاتها بالوقود إذن هل السيارة تتكلم كما رأينا في هذه القصة هل السيارة تتزود بالوقود بنفسها دون تدخل الإنسان إذن طبعا لا ومن هذا نتوصل إلى هذا الاستنتاج وإذن فالحكاية المتخيلة تتم فيها الشخصنة ومن ذلك الكلام على لسان الجماد أو الحيوان إذن في هذه القصة كما رأينا فالسيارة تتحدث إذن هذا الكلام هو خاص بالإنسان إذن هذا يسمى شخصنة الأحداث وقد تكون من الخيال وقد تكون الحكاية أيضا خيالية فيتقمص أبطالها أدوارا خارقة الأبطال في القصة يقومون بأدوار خارقة وخيالية ويحاربون حيوانات منقرضة كالديناصورات والأخطبوط ويتنقلون عبر المركبات الفضائية ويحلون بالكواكب الخالية من الحياة إذن أحداث خيالية وخارقة نجدها في القصة المتخيلة الآن أبدأ في الإنجاز محاولة أولية للكتابة التسويد التسويد هو ما نكتبه في ورقة التسويد أو في ورقة الوسخ قبل نقله في الورقة المزدوجة أو الورقة التي نحرر فيها كتاباتنا لتقديمها للأستاذ قد قصد صحيحها إذن أكتب في أحد المواضيع التالية موظفا المهارة إذن أولا لدينا أصوغ بداية أخرى لهذه الحكاية المتخيلة إذن الحكاية المتخيلة حكاية السيارة النفطية والسيارة الهجينة سنكتب بداية أخرى لها إذن يمكن أن نكتب بداية أخرى لهذه الحكاية المتخيلة كما يلي إذن مثلا سنقول إذن السيارة النفطية أخذت تنظر نظرة احتقار للسيارة الهجينة وتتباهى بكونها سيارة سريعة وخفيفة وتقطع مسافات طويلة في وقت وجيز والأكثر من ذلك تحدت السيارة الهجينة بخوض صباق ثنائي صباق ثنائي أي ستخده السيارتان الاثنتان وأنها ستنهيه في المرتبة الأولى إذن هذه مقدمة يمكن أن نعتمدها كمقدمة أخرى للقصة المتخيلة التي تعرفنا عليها ثم الموضوع الثاني لدينا أكتب حكاية متخيلة أخرى تبرز فيها الأرض مظلمة باردة إذن سنكتب حكاية تبرز فيها الأرض مظلمة باردة إذن سأقترح عليكم هذا النموذج إذن تابعوا معي إذن لدينا في يوم هادئ جميل كانت الشمس ترسل خيوطها الذهبية في كل مكان وحرارة الجو معتد له تشجع على الخروج في نزهة إلى الطبيعة ذلك ما فعلنا توجهنا نحو الغابة المجاورة لمدينتنا وتوغلنا فيها أي دخلنا إلى أعماق الغابة وفجأة اختفت الشمس وساذ ظلام دامس وانخفضت درجة الحرارة إلى أدنى مستوياتها يا لها من ورطة لم ندر ما نفعل في تلك اللحظة أردنا العودة إلى منازلنا لكن الظلام الحالك جعلنا نضل الطريق ثم بقينا متسمرين في أماكننا نفكر في حل لما حل بنا وأخيرا جاء الفرج وانقشعت الشمس وقالت ها أنا ذا قد عدت إليكم من جديد سأمنحكم الدفء والنور الذين أنتم في حاجة إليه ارتفعت درجة الحرارة وأكملنا يومنا في الغابة نلهو ونلعب وفي المساء عدنا إلى منازلنا فارحين مصرورين إذن هذا نموذج للقصة المتخيلة إذن طبعا هذه القصة فيها أحداث البدء إذن أحداث البدء فنجدها في بداية النص في يوم هادئ جميل كانت الشمس ترسل خيوطها الذهبية في كل مكان وحرارة الجو معتدلة تشجع على الخروج في نزهة إلى الطبيعة ذلك ما فعلنا توجهنا نحو الغابة المجاورة لمدينتنا وتوغلنا فيها ثم المشكل وفجأة اختفت الشمس وساد ظلام دامس وانخفضت درجة الحرارة إلى أدنى مستوياتها يا لها من ورطة لم ندر ما نفعل في تلك اللحظة إذن هذه ما بعد المشكل أردنا العودة إلى منازلنا لكن الظلام الحالك جعلنا نظل الطريق ثم بقينا متصمرين في أماكننا نفكر في حل لما حل بنا ثم سيأتي الحل أو الأحداث الهابطة وأخيرا جاء الفرج وانقشعت الشمس وقالت ها أنا ذا إذن هنا الشمس تتحدث إذن هذا شخصنا الكلام فهو من خصائص الشخص أو الإنسان لكن هنا شخصنا الأحداث على لسان الشمس وقالت ها أنا ذا قد عدت إليكم من جديد سأمنحكم الدفء والنور الذين أنتم في حاجة إليه ارتفعت درجة الحرارة وأكملنا يوما في الغابة نلهو ونلعب وفي المساء عدنا إلى منازلنا فريحين مصرورين إذن هذه أحداث النهاية ثم كذلك لدينا الزمان فهو في الماضي والمكان هو الغابة إذن هذا نموذج للحكاية المتخيلة التي يمكن أن نكتبها بخصوص هذا الموضوع ثم لدينا موضوع آخر أكتب حكاية تبرز فيها السيارة الكهربائية نظيفة بينما السيارة النفطية تبعث غازات ضارة عبر العاد إذن أيضا يمكن أن نكتب قصة متخيلة بهذا الخصوص إذن أعذت لكم هذا النموذج يمكنكم أن نسجو على منواله إذن مثلا خلال الأسبوع الماضي وبينما نحن نقوم بجولة في شوارع المدينة على متن سيارة والد النفطية توقفنا عند ممر الراجلين احتراما لعلامات المرور فإذا بسيارة تقف على يميننا تنطق بأعلى صوتها موجهتنا الخطاب لصيارتنا وهي تحتج لما تبعثين بغازاتك السامة عبر عادمك لما تلحقين الضرر بالإنسان وباقي الكائنات الحية أنت عدوة البيئة بل عدوة الجميع ورغم تحركنا لاحقتنا وهي تتباهى بنفسها وتردد أنا صديقة للبيئة أنا أحترم الكائنات جميعها تضايقت سيارتنا من هذا الكلام فغيرت طريقها بمفردها وارتاحت من ذلك إذن هنا لدينا السيارة النفطية هي سيارة والد الطفل والسيارة الكهربائية التي جاءت تحتج وتتباهى بكونها سيارة نظيفة وصديقة للبيئة وأنها تعاتب السيارة النفطية لكونها تبعث بغازاتها السامة عبر العادم وتلحق الضرر بالإنسان وباقي الكائنات الحية بل اتهمتها بأنها عدوة للبيئة وعدوة للجميع إلى غير ذلك كما نلاحظ فهناك شخصنة للأحداث على لسان الجماد إذن السيارات هنا تتحرك السيارات تغير الطريق بنفسها أو بمفردها كما لاحظنا في نهاية هذه القصة أيضا عندنا الزمن لهو الأسبوع أو عفوا نعم الزمن لهو الأسبوع الماضي والمكان أيضا على الطريق وعندنا أيضا أحداث متسلسلة من البداية إلى النهاية إذن هذا نموذج للحكاية المتخيلة التي يمكن أن نكتبها إذن هكذا نأتي إلى ختام هذا الفيديو شكرا لكم وإلى اللقاء